السلام عليكم تحية طيبة لجميع المتابعين أهلا ومرحبا بكم في قناة نشرة الأخبار لقد تم الإعلان عن نتائج دراسة الطعون بالنسبة للذين سجلوا أنفسهم في المنصة الرقمية الخاصة بحامل شهادة الدكتورة كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن نتائج دراسة الطعون الخاصة بتسجيل طلبات التوظيف لحمال الماجستير والدكتورة غير الأجراء وأوضحت الوزارة في ببانها أن نتائج دراسة الطعون تتعبق بالمسجلين عبر المنصة الرقمية الخاصة بحامل الماجستير والدكتورة غير الأجراء ويتمكن المعنيين من الاطلاع على نتائج الطعون عبر الموقع بداية من اليوم على الساعة الثالثة وحال قبول الطعون يجب إداع ملف الترشح للتوظيف على المنصة الرابط تجدونه أسفل الفيديو في صندوق الوصف وذلك قبل 25 جوان 2023 على ساعة منتصف الليل ترجمة نانسي قنقر